كما قلنا قبل كده أنه أعظم حدث في تاريخ مصر المعاصر بالنسبة للمسرح هو كان في المرتبة التانية بعد الأغنية الأغنية طبعا بدأت على طول يعني أول ما قاله إحنا عبرنا قبل الست ساعات ما يخلصوا كان الأغاني على سلم الإزاعة بيكتبوا الكلمات وبيلحنوها وبيطلعوا يغنوها ده كان الأغنية طبعا أسرع لأنها أقصر وأكثر تأثيرا وبعدين أقصر كمان في التأليف أنا ما بعملش فيلم ما بعملش مصرحية أنا ما بمحتاج ورق يعني لكن تاني مفعال بالحرب للجماهير وحماسة الجماهير كان المصر مش السينما لا السينما ظهر بقى يعني على ما جهزه وصوره وخده وقت بس ما خدوش وقت كتير برضه لكن المصرح كان أسرع يعني أول واحد في خلال أسبوع الأول من الحرب كان يوسف السباعي رحمة الله عليه الكاتب الكبير يوسف السباعي مع المخرج نبيل الألفي المصرحية الأولانية اللي هي أقوى من الزمن أقوى من الزمن ما أقوى من الزمن دي أول حاجة دي أول حاجة تعرضت خرجت للنور بالظبط كتير دي كانت بطولة مين يا بسيزمون لا ما عنديش معلومات بنتكلم على العمل كتير للأسف الشديد كثير من الأعمال هم تقريبا لأنا حصرتهم بعضهم أنا شفتهم وبعضهم حصرتهم ما فيش داتا بيز ما تمش توثقهم ما تمش توثقهم التانية كانت صلاح الدين بتحكي عن صلاح الدين الأيوبي بيستخدموا فيها عبارات حماسية وبيحمسوا الشعب بعد الحرب دي مصرحية رمزية آه رمزية كانت بالظبط كده رمزية دي كانت تأليف محمود شعبان وإخراج حسين كمال تالت إذا حسين كمال كان ليه عمل بخلاف رايا وسكين آه طبعا يعني الناس تعرف يعني على حد معلومات معظم الناس أن عملوا المصرحي كان الأبرز يمكن كان رايا وسكين حضرت له أعمال وطنية كتير يعني لا دا مش هسكرها أبعا كنا نتمنى أن الحاجة دي تخلد يعني أو توثق آه وفيه بعد كده أهم مصرحية اللي هي حدثة في أكتوبر دي كانت تأليف إسماعيل العدلي وإخراج المخرج كرم طوع مع حفظ الألقاب في كل كلهم أساد زخبار يعني ودي كان بطولة سهر بن وشدي ومحمود ياسين حتى محمود ياسين عملها تقريبا وهو بيصور فيلمه الأولاني اللي هو الوفاء العظيم دي إخراج كرم طوع وليه أستاذ محي محمود ياسين تحديدا هو كان بطل هذه المرحلة خاصة الأفلام اللي هي وثقة الحرب والله هو الأستاذ محمود ياسين كان يعتبر النجم الأبرز وقتها هو كان وشه مصري أوي دي حقيقة اللي كان أغلبه مجند من حرب سبعة وستة عب الزبط رابع مصرحية كانت جبل المغموطيس لا كانت شدي حيلك يا بلد الاتنين دول مصرحيتين دول حدث في أكتوبر وشدي حيلك يا بلد شدي حيلك يا بلد كانت الأكثر شعبية ماذا معنى؟ لأن كانت بطولة الفنان رحمة الله عليه محمد نوح وإخراج عبدالغفار المخرج عبدالغفار عودة مع حفظ الألقاب للجميع لكن استخدمها محمد نوح في معرض الغنائم أنا أتذكر هي دي أستاذ موحي كان فيها لغنية بتاعت مدد هي بالزبط مدد مدد شدي حيلك يا بلد تفدي غنية عظيمة وشهيرة غنية جميلة وعيشة معنا لسه وكانت أكثر شعبية لسبب لأن هو كان بيطلع لايف يغني أغاني المصرحية في مصرح الغنائم كان الجيش المصري لما جمع الدبابات وهياكل الطائرات في معرض غنائم وكنا بنغني معاه مصر كلها كانت بتغني معاه الأغنية دي فكانت أكثر شعبية إنما مصرحية حدثة في أكتوبر هي الأكثر إلهاما أو الأكثر نبوءة كمان هنتكلم عليها بعدين بعد كده جاءت جبل المغماطيس أخرجها فاهمي الخولي ودي كانت من تأليف من تأليف سعيدة عبدالغني وقتها كان مراسل وكان في الأهرام وكان مراسل الحرب وكتب روايات كتير قصة كتير وطبعا كان يعني لبسه الأبيض طول الوقت كان ليه قصة بالزبط واستشهاد أقرب الأقربي اللي في الحرب من زملاء بالزبط يعني رحمة الله عليه كان بطل وعمل عمل مسرحيتين سعيد عبدالغني جبل المغماطيس وعمل القرار اللي أخرجها المخرج مجدم جاه وبعد كده اتعامل حراس الحياة تأليف محمد الشناوي و اخراج فاهم الخولي وبعد كده اتعامل سقوط اتعامل أهم برضو عرض مصرحي اللي هو حبيبتي يا مصر سعد الدين وهبة واخراج سعد أردش عملقين ده طبعا دي قمة عملقين وبعدين القرار اللي عمله سعيد عبدالغني والمخرج مجدم جاهد وبعدين الحرب والسلام اللي عملها يوسف السباي واخرجها محمود رضا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة